اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحفة المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد فاصل قصير يقول الكاتب بعصام الياسري منذ خمسة عقود واطفال العراق جيلا بعد جيل يعانون العديد من المظالم والانتهاكات واشتدت معاناتهم وتراكمت ممارسة اساليبها دون رادع قانوني على المستويين الداخلي الوطني والدولي لهيك عن المعاهدات التي من شأنها عادة في اي بلد مدني ان تحمي حقوق الطفولة والامومة وترعى كلا منهما الا في العراق الذي لا يزال منذ احتلاله عام 2003 غير مستقر سياسيا وامنيا فالاطفال والشباب على وجه الخصوص يعانون سوء المعاملة على المستوى الاداري والمجتمعي ويجري سحق طفولتهم وامانيهم بكل الوسائل والطرق من هذا القبيل يوجد دون محاكمات عدد كبير من الاطفال والشباب في السجون العراقية المنتشرة في عموم البلاد تحت طائلة الاتهام الكيدي كالادعاء لمشاركتهم في المظاهرات على انهم عملاء او كاتهامهم بالانتماء الى داعش وغالبا ما تكون العودة الى اسرهم مستحيلة واذا ما تيسرت عودتهم الى مناطقهم لسيما المحافظات الجنوبية وبغداد فانهم معرضون كذلك لخطر الوصم والاستبعاد او التعرض للمساءلة والعنف من قبل زمر تابعة لاحزاب السلطة وفي اغلب الاحيان يعيشون في طي النسيان بلا امل في المستقبل بعد سنوات من المعاناة في العزلة ان انتهاك السلطات العراقية قواعد عدالة الاحداث الدولية وحقوق الطفل على اساس قوانين مكافحة الارهاب المثيرة للجدل تشكل العقبة الاساس لعدم استقرار حياة الاطفال والشباب تنص اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل والتي صادق عليها العراق ايضا على ان احتجاز الاطفال مسموح به فقط ان كان الملاذ الاخير لأقصر وقت ممكن ومن بين امور اخرى فان مبادئ الامم المتحدة بشأن الاحداث تؤكد على ان الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب ان يكون ممكنا فقط في حالات استثنائية الا ان التقارير تتحدث عن حوالي مئتين وسبعين قاصرا كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة غير مسموح بها في نهاية عام الفين وعشرين ولا يوجد مبرر لعدم اتخاذ اجراءات لانهاء هذه الانتهاكات فالمئات من القاصرين ما زالوا محتجزين بسبب ادعاءات كيدية مزعومة بعيدا عن الانظار وان العديد من الاطفال والشباب المسجونين يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويحتجزون في بعض الاحيان مع البالغين ويعاني الاطفال والشباب الايزيديون والتركمان العراقيون باضافة الى القاصرين العرب السنة من مناطق داعش السابقة من هذا كما لا توفر السجون للمعتقلين مساحة كافية للجلوس والاسترخاء والنوم الى مقال اخر يقول كاتبه في نهاية العام الفين وتسعة عشر اضطرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستقالة تحت ضغط حركة الاحتجاج التي اندلعت في تشرين الاول من ذلك العام لكن عمليا كانت استقالة عبد المهدي استجابة لمطلب سستاني وكشفت هذه الاستقالة عن معضلة منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق الذي كان دائما محل صراع شيعي شيعي واضح باستثناء ربما التوافق النسبي الذي تحقق حول اختيار ابراهيم الجعفر رئيسا للحكومة الانتقالية اما في العام الفين وعشر فكانت تدخل الايراني هو الذي حسم ترشيح نور المالك لرئاسة مجلس الوزراء لولاية ثانية بعد تأخير استمر قرابة ستة اشهر من خلال الضغط على السيد مقتدى الصدر الذي كان يعارض عودة المالك لولاية ثانية وهو ما اعترف به الصدر شخصيا في مذكراته التي نشرها عام الفين واثنين عشر بعنوان الهدف النبيل من زيارة اربيل واتوقع الكاتب حيال كوبيسي ان تتكرر احداث عام الفين وعشرين في العراق لم يعد الايرانيون مع هذه الازمة يمثلون المظلة التي تحوي جميع القوى السياسية الشيعية كما كان عليه الامر دائما بل تحولوا الى طرف في الازمة القائمة ورغم اعلان ايران موقفا صريحا تجاه الازمة في الاسابيع الاخيرة يتبنى موقف الاطار التنسيقي بشكل كامل ودون مواربة لكن الواضح ايضا انه ليس من مصلحة ايران وصول الطرفين الى صراع شيعي شيعي يمكن ان يهدد مصالحها الاستراتيجية في العراق بشكل او باخر ومن الواضح ايضا ان الصدريين لن يسمحوا تحت اي ظرف بتمرير حكومة يهيمن عليها الاطاريون وهذا الموقف ليس مجرد موقف سياسي بل هو موقف وجودي بالنسبة لهم اليوم ثمت مؤشرات لا يمكن اذفالها في سياق حراك مدعوم ايرانيا لاجاد صفقة تعيد انتاج سيناريو عام 2020 وهذا الحراك قد يمثل مخرجا تكتيكيا للازمة يجمدها عند حدودها الحالية دون تصعيد لكنه بالتأكيد لن يكون هذا المخرج سوى تكريس للازمة على المستوى الاستراتيجي اي تكريس لفشل الدولة وفسادها وسوء ادارتها وهو ما سيجعل الحديث عن ادنى اصلاح للوضع في العراق مجرد خرافة عن الخيار نووي لبوتين كتب عثمان ميرغني مقالا في صحيفة الشرق الاوسط قال فيه ليس من السهل توقع ما يمكن ان يحدث خلال الايام والاسابيع المقبلة بعد نكسة القوات الروسية في اوكرانيا كثيرون في الغرب حذروا من خطر اذلال روسيا والان يواجه العالم هذا الخطر الذي اصبح اكثر جدية من اي وقت مضى بعد الهزائم التي تلقتها القوات الروسية في منطقة خاركيف وابات السؤال الذي يتردد هو هل تزيد هذه الهزائم من مخاطر حرب نووية في خطابه المتوتر الذي استمر نحو سبع دقائق لوح الرئيس الروسي فلاد مربوط مجددا بالسلاح النووي وبكل وسائل التدمير المختلفة في ترسانة روسيا العسكرية مهددان بانه لا يمزح والقاب اللائمة على الغرب قائلا انه تجاوز كل الخطوط بتوفير انظمة اسلحة متقدمة لاوكرانيا وان الهدف الغربي هو اضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها في نهاية المطاف ما يجعل التهديد اكثر جدية هذه المرة ان بوتين يجد نفسه محشورا في زاوية ضيق التلويح بالسلاح النووي ينظر اليه على انه تهديد بالاسلحة النووية التكتيكية الصغيرة وليس بالقنابل النووية الكبيرة التقليدية فاثر هذه الاسلحة التكتيكية يبقى محدودا في محيط المنطقة التي تستخدم فيها وينظر اليها على انها للردع النووي وليس للدمار الشامل الذي تحدثه القنابل النووية التقليدية ويعتقد ان روسيا تملك الافا منها في ترسانتها وتعتبرها وسيلة للتعويض عن قوة حلف الناتو في الاسلحة التقليدية المتقدمة في كل الاحوال فان استخدام مثل هذه الاسلحة سيعني كسرا محظورا في الحروب منذ اخر مرة استخدمت فيها الاسلحة النووية في هيروشيما وناغا زاكي قبل 77 عاما كما انه يرفع التهديد باحتمال انفلات الامور وتطور الحرب الاوكرانية من حرب بالوكالة بين روسيا والغرب الى حرب مباشرة وواسعة عواقبها وخيمة على العالم برمته استخدام هذه الاسلحة يحمل بالتأكيد مخاطر كبيرة لبوتين لانه حتما سيزيد من عزلة روسيا وربما يفقدها ما تبقى من تعاطف حلفائها مثل الصين والهند ويعرضها لعقوبات غربية اشد اضف الى ذلك كله انه قد يصبح مبررا لبعض الدول الغربية لارسال مزيد من السلاح وربما قوات ايضا الى اوكرانيا الان الى مقال اخر وفيه يقول كاتبه يقف العالم على اطراف اصابعه مع دخول الحرب الروسية ضد اوكرانيا منعطفا هو الاخطار منذ بداية العمليات العسكرية في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي بعد تهديد الرئيس فلادمر بوتين مجددا باللجوء الى استخدام السلاح النووي ما يضع البشرية امام خطر محدق يهددها بالفناء وعلى الرغم من ذهاب البعض في تحليلهم لتهديد الرئيس الروسي هذه المرة بانه علامة على اليأس في ظل التراجع عسكريا على ارض المعركة امام القوات الاوكرانية وحلفائها وانه من باب اثارة الفزع لدى المعسكر الاخر اخذ فريق اخر ذلك على محمل الجد وضعا نصب عينيه كلمات بوتين ويؤكد بحزم ان تحذيره ليس مزحة وان موسكو لديها اسلحة دمار مختلفة وانه سوف يستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها في هذا السياق قالت مجلة نيوزويك الامريكية ان تهديد الرئيس الروسي اثار مخاوف جديدة لدى الغرب من ان الهجوم الشامل الكرملين بدى وكأنه يلوح في الافق بوتين يمكن ان يتحرك بشكل اسرع مع الاسلحة طويلة المدى والتي هي بالفعل في حالة تأهب قصوى بدلا من الاسلحة قصيرة المدى والتي يتعين على روسيا اخراجها من مخزوناتها الاستراتيجية واضاف يمكن توقع استخدام اسلحة بعيدة المدى اذا تم نقل قاذفات ارضية متنقلة او غواصات مجهزة او صواريخ كروز باعداد كبيرة من المعتاد وانقلت نيوزويك عن اتحاد العلماء الامريكيين ان روسيا تمتلك اكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية في العالم باجمالي خمسة الاف وتسعمائة وسبعة وسبعين رأسا بينما تأتي الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية باربعة الاف واربعمائة وثمانية وعشرين رأسا تليها فرنسا بمائتين وتسعين واعتبرت المجلة الامريكية ان الرئيس الروسي يخاطر باثارة الثرابات داخلية في بلاده رفضا لهذا القرار الذي اشارت الى انه اضطر اليه في ظل الاداء السيء لقواته في الحرب وخسارة الاراضي التي كانت تسيطر عليها لصالح القوات الاوكرانية قالت صحيفة لوموندا الفرنسية ان النظام الايراني فوجئ مرة اخرى بخروج المظاهرات ليرد عليها بالطريقة الوحيدة التي يعترف بها ويتقنها وهي استخدام القوة وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اثرتها حدثة وفاة الشاب الايراني مه ساميني اثناء احتجازها لدى الشرطة في اعقاب القبض عليها في طهران الاسبوع الماضي اضافت الصحيفة ان السلطات الايرانية التي ارتبط اسمها بممارسة القمع والتعسف لم تنجح في اقناع الرأي العام بان الشرطة لم تستعمل العنفة ضد مه ساميني مضيفة ان العديد من الايرانيين وغالبيتهم من صغار السن عبروا عن موقفهم في الشوارع كما في كل مرة عندما يبلغ غضبهم ذروته في بلد مغلق وقد اسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل خمسين في الاقل بسبب اشتباكات مع قوات امن النظام بحسب الصحيفة ان هذه الحمة الجديدة تأتي بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي اندلعت عام الفين وتسعة عشر بسبب ارتفاع اسعار الوقود والتي تم قمعها بلا رحمة من قبل السلطات الايرانية حيث قتل اكثر من ثلاثمائة شخص في غضون ثلاثة ايام بحسب منظمات حقوقية دولية واشرت الصحيفة الى ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اكد انه يجب اتخاذ اجراءات وقائية وقالت ان هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي تغرق فيه ايران مرة اخرى في ركود اقتصادي بسبب العقوبات الدولية المرتبطة بطموحاتها النووية الى حد كبير واوضحت الصحيفة انه امام قوة رد الفعل التي اثارها موت مهسى اميني ارتفعت الاصوات مرة اخرى لدى بعض الشخصيات للتنديد بالطرق التي تعتبر انها تعطي نتائج عكسية قائلة انه بالاضافة الى شجاعة الايرانيين الذين يتحدون قوات الام المعروفة بوحشيتها فان المظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشاب مهسى اميني اثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة ارتداء الحجاب بطريقة غير لائقة اظهرت للجميع مرة اخرى صورة نظام منقطع عن شعبه ويركز بالكامل على بقائه نلقي نظرة واياكم على الكاريكاتوري الذي اخترناه لكم لهذا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاول مؤلنا اقتراب المولد النبوي الشريف تتزين شوارع مصر احتفالا بقدومه تنتشر الساحات والسرادقات التي تبيع الحلوى وعرائس المولد الشهيرة وتعد حلوى المولد السمى العامة للمولد النبوي في مصر اذ تتفنن متاجر الحلوى في عرض اشكال وانواع من حلوى المولد الشهيرة فما بين اقراص الحمصية والسمسمية وانواع الملبن المختلفة باسعارها المتوسطة وما بين الفستقية والبندقية واللوزية الاعلى سعرا ينتقل المشترون ما يناسبهم ويتلاءم مع ميزانيتهم بسطى بهجة ينتظرونها كل عام وتطورت صناعة حلوى المولد بمرور الزمن اذ بدأت بشكل يدوي بسيط حتى وصلت الى المصانع الكبرى ورغم ذلك ظلت بعض الورش باقية وتعمله بشكل يدوي وبصورة موسمية في فترة ما قبل المولد النبوي الشريف لعرضها في السرادقات والمحلات البسيطة في الاماكن الشعبية بشكل خاص تتواصل تداعيات الاعصار فيونات جزر توركس وكايكوس حيث تسبب في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات في الأرخابيل الكاريبي بعدما أشاع الدمار في جمهورية الدومينيكان وبويرو توريكو وقال مسؤولون أمريكيون إن العاصفة أودت بحياة أربعة أشخاص في جويرو تيكو وقتل شخص خامس في جوادلوب في وقت سابق هذا الأسبوع وأعلن وزير الصحة الأمريكي كازافيي بسير حالة الطوارئ الصحية العامة لبوير توريكو ليلة ثلاثاء كما يسمح بصرف أموال ومعدات اتحادية لمساعدة الجزيرة وقال المركز الوطني للأعصير النبيونة الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له مئتين وواحد كيلو متر في الساعة اتجه شمالا صوب برمودا وضفت أن حكومتها تتواصل مع البحرية الملكية البريطانية وخفر السواحل الأمريكي ومن المتوقع أن تصل سفينة الدورية مدواية تابعة للبحرية البريطانية ليلة ثلاثاء للمساعدة في جهود الإنقاذ وفي جمهورية الدومينيكا أدت الفيضانات العارمة من الوصول إلى بعض القرى وأجبرت 12500 شخص على ترك منازلهم وأدت كذلك إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الناس الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف موسيقى موسيقى هذه الأرض من خراب ودمار أنقاض ونفايات أرض مهجورة عمدتها إلى مشهل وزرعت بي أجار وشتلات ورود وصار عندي زباين عيني يراجعوني عن نباتات على أشجار وثانياً أشتن هدف مالي على مودة رجع العوايل إلى المنطقة القديمة موسيقى موسيقى أول ما رجعت العالم يعني عرفوا بيه كنفتحت واحد يتصل باللاخ واحد يخبر اللاخ قلوا يعني أبو عمر كنفتح مشهل ورجعت الحياة على المنطقة وكل شهل وعني ثاني شيء الأجار تعطينا الأكسجين مثلاً عاصفة رملية عندي أسعى الأجار اليوكالبتس عندي عندي الاسمندار هذا يصد الرياح يعني أشيك طوز ما طوز كله عني نزلوا على الأراض موسيقى هذه البراني كلها عصية قديمة هاي كل برنية عمرها تقريباً ثمانين سنة تسعين سنة هاي كانوا يستخدموها الأول أشي يخلوهم بيها جبن اللحم دهن الحور يعني مخلى لا يكبثون بيها الأخيار هاي كلها بالبراني هاي هاي كلها عصية موسيقى 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 شي جمالية وخضار وهي المنطقة يعني تحتاج لهاتي شي ترتيب يعني والعالم يعني جميع المنطقة يجون يطمشون يشتوهم منه النباتات ويبعاز لهاتي شي خضار وترتيب لان هاي القديمة يعني ما بيها ذاك الترتيب وخضار وترتيب وهي كقديمة كفصال يعني عاملة وبعمر يعني حيل تعب عليه وحيل حيل حلوي طلعت شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل من لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام دائما وأبداً ظلوا في رعاية الله إلى اللقاء